اشتركوا في القناة لا الاشياء اللي ممكن انها تصير وتأثيرات الكوكب لما بتنتقل تعرف توقعات الشهر بالنسبة لك او توقعات الفترة القادمة من اثر وجود هذا الكوكب عندك باثر على ايش تحديدا ايجابيا او سلبيا طبعا اليوم احنا رح نحكي عن الزهرة الزهرة هي السعد الاصغر هي تعطي سعودة اقل من المشتري ولكن لانها متحررة سنهاي ما في تراجع لها الا نهاية السنة في شهر 12 فرح تعطي ايجابيات كثيرة فمنعتمد عليها بشكل كبير في التوقعات الشهرية او التوقعات السنوية اكثر يعني تعطينا دلالات اكثر امتى الفترات اللي نستغلها ونكسب منها وبتعطينا الايجابيات الكبيرة بالنسبة لانه اللي ممكن تدخل اشياء ايجابية على حياتنا من كل نواحيها يعني هي تعطينا حضوط اعتبار من يوم الجمعة 8-1 في تمام الساعة 43 دقيقة عصرا رح ينتقل كوكب الزهرة لبرج الجدي ورح يمكث في بحركة امامية ما فيها تراجع حتى عصر يوم 1-2 بيشعر موليد برج الجدي بتحسن بيطرأ على شكلهم الخارجي وبيشعر بقوة العاطفة وانجذاب افراد الجنس الاخر الهم بيستفيد معهم عاطفيا وماليا وفنيا موليد الابراج الترابية والمائية اي موليد الثور العذراء سرطان العقرب والحوت واللي طالعهم نفس الابراج هاي وكذلك كل شخص تواجد عنده كوكب الزهرة في ساعة ولادته في برج الجدي فهو رح يعطيه حضوط بشكل كبير بصورة عامة كوكب الزهرة يعني ما بيجدها المتنفس القوي له في برج الجدي ولكن اللي رح يصير غريب السنهاية ويعطي ايجابيات انه الزهرة رح تشكل زوايا ايجابية كثيرة وهي موجودة في برج الجدي فعشان هيك رح تزيد من الحضوط تاعتها وتعطيه طاقة ايجابية للابراج الترابية والمائية طبعا الزهرة لها علاقة بالجمال بالحب بالعاطفي زي ما حكينا وامور كثيرة لها علاقة بالحضوط اي شخص ولد وكانت الزهرة موجودة عنده في الجدي يعني هاد بجد صعوبة في التعبير عن عاطفته للطرف الاخر يعني ممكن حتى يبدو عليه انه في عنده برود عاطفي او ما بيعرف يعبر عن عواطفه وممكن انك انت لما تحتك فيه تجد انه ما عندوش عاطفه نهائيا ولكن هو فعليا عنده عاطفه ولكن ما بيعرف يعبر عنها طيب ايش تأثير الزهرة لما تكون موجودة بالجدي على جميع الابراج الان كل برج وطالع على حسب يعني الحمل واللي طالعهم حمل بتركز الاستفادة عندهم في تدعيم مركزهم الاجتماعي والدفع بمصالحهم في مجال العمل فممكن يجدوا عمل او ترفيع او منصب مثلا او اشخاص يتعرفوا على اشخاص دون منصب عالي جدا اه ممكن انه اشي يرفع من مستواهم او تكريم او احتفال يعني اشياء ايجابية لها علاقة بالامرين اللي احنا ذكرناهم وممكن احد الشخصيات المهمة جدا تدعم احدكم او تكونوا واسطة له في نجاته من مسألة كبيرة اما بالنسبة لموليد برج الثور واللي طالعهم الثور بيستفيدوا في مجالات كثيرة وهي بيت حظ لموليد الثور بيستفيدوا في مجالات الدراسة الامتحانات وخصوصا الجامعيين اه دراسة لغة جديدة دخول في مواضيع جديدة مثلا اعلاقة عاطفية بتصير اثار السفر مثلا او اه شخص اجنبي خارج البلاد او مواضيع الها علاقة بعرض بيجيهم من شركة اجنبية اه مراسلات واتصالات برضو بتكون ممتازة وبرضو لامور الها علاقة بالهجرة والسفر ممتازة والامور القضائية برضو بتدعمهم بشكل كبير كمان اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير رح يبدعوا بشكل رائع جدا اما بالنسبة لموليد برج الجوزاء فبتكون عندهم فرصة لمكسب مالي بيجي من تركة من ميراث من تعويض من شراكة معينة ممكن يحصل على قرض ممكن يسترد اموال الو كان مداينها لاشخاص ياخدها ممكن يدخل شراكة مع اشخاص او يستغل اموال الزوج او الزوجة لبداية بمشروع معين ويحقق انجازات رائعة وبرضو رح يكون لهم بعض الاهتمامات في بعض الامور الروحانية اما بالنسبة لموليد برج السرطان فهم بعززوا شراكتهم في العاطفة باتمام خطبة زفاف اه ممكن يكون برضو لهم اشي في مكان العمل عمل جديد اه شراكة جديدة يعني في حضوض كبيرة رح تكون لهم موليد برج السرطان بالفترة هاي على المستوى العاطفي وعلى مستوى الزواج والمصالحات برج الاسد بعززوا العلاقة مع زملاء العمل وبرضو في فرصة للي بيبحثوا عن عمل وممكن تجيهم فرص جيدة للعمل وبرضو ممكن انه يتعرفوا على اه مثلا الحبيب من خلال مكان العمل يعني حب جديد او شغلة في المكان اللي هم بعملوا فيه ولكن بدهم يحذروا من شغلة وحدة بدهم يديروا بالهم من زيادة الوزن لانه الفترة هاي قابلية زيادة الوزن عندهم عالية جدا برج العذراء بيجتازوا فترة حظ الها علاقة بالعاطفة والها علاقة بالمال وبرضو الستات اللي بدهم يعملوا حمل او عمليات حمل زراعة مثلا او تلقيح صناعي او هاد الفترة هاي ممتازة جدا لالكم برضو لقاء باحد الابناء او فرحة بتدخل المكان اللي انتم موجود فيه وبتكونوا مدعمين بحضوظ قوية جدا عاطفيا حكينا وماليا برج الميزان بيستفيدوا في المجال اللي اله علاقة بالعقارات والسكن الاراضي بيعززوا الروابط العائلية فرحة على مستوى البيت ممكن ارتباط احد افراد البيت ممكن احد الابناء يعمل شيء معين ويصير لافت للانتباه ممكن شراء بيت جديد ممكن الانتقال من بيت لبيت ممكن عقار مش يدرين يبيعوه بالفترة الماضية الفترة هاي يقدروا يبيعوه يعني بعطيهم حضوظ على المستوى العقاري اما بالنسبة للعقرب بيستفيدوا الطلاب اللي في المراحل الابتدائي والثانوي بشكل كبير في امتحاناتهم وبفرص النجاح بتصير عالية جدا عندهم هذا واحد وبرضو بيستفيدوا العقرب في امور الليها علاقة بشراء سيارة مثلا تعزيز العلاقة مع الاخو والجران او مصالحة ممكن سفريات قصيرة تكثر عندهم الفترة هاي واللي بيشتغلوا في مجالات التجارة المحلية رح يحققوا انجازات رائعة اما بالنسبة للقوس القوس بتتاح الفرصة لهم لمكسب مالي اغلب بيجي من عمل اضافي مكاسب مالية ارباح هدايا هبات منح مساعدات يعني في قوة حضوظ برضو لهم على المستوى المالي اما بالنسبة للجدي هم اكثر المستفيدين عاطفيا وماليا وفنيا ونفسيا يعني الفترة هاي رح يكون فيها فوارق كبيرة وفيها نتائج رائعة جدا بالنسبة للك وممكن تحققوا منها انجازات كان صعب انك وتحققوها بالفترة الماضية ومع وجود الشمس برضو رح تدعمكم بشكل كبير اما بالنسبة لبرج الدلو تتاح الفرصة للتعامل مع مؤسس كبيرة ممكن يبدأوا علاقة غرامية خفية من وراء الكواليس بعض الدلو طبعا يا الله يجعلنا محظر خير المتجوزين رح يوكلوا هوا من وراء هذا التوقع فكل واحدة عندها جوز من برج الدلو اتدقق وراه ممكن برضو يجوهم فرص الها علاقة بترفيع او ترقية او ايشي اله علاقة بدعم مؤسسة معينة او ممكن منصب معين وعلاقات جديدة اما بالنسبة لموليد برج الحوت بينشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على اصدقاء جدد ومنهم ممكن ينضم لعضوية نادي او جمعية العلاقات الاجتماعية هي السائدة بالفترة القادمة وعلاقات ومعارف ودعم وممكن تستعين ببعض الاشخاص اللي يساعدوك في شيء معين وممكن يبادر احد الاصدقاء لدعمك بشيء معين وممكن تتعرف على اصدقاء جدد يدعموك ويساعدوك بانجاز امر معين يعني زي واسطة تكون قوية لا اليك وبرضو في منك كثير اشخاص رح ينضموا لجمعيات او نوادي وتكون لهم فرص ممتازة بتمنى الخير للجميع طبعا هذا كوكب حض ما في اي تحذيرات لالو فعشان هيك بتمنى كل اللي انا ذكرته يصير وزيادة يعني والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان لا اله اتمنى اشهد ان لا اله اتمنى اشهد ان لا اله اطرح